الفيمر بون الفيمر بون هي العظم الأطول والأتقل والأقوى في جسم الإنسان وبتتصل من أعلى بالبلفس بالتحديد في جزء اسمه أسيتابولان فبيكون مفصل الهيب جويند وبتتصل من أسفل بالتبيا والفيبيولا فبتكون مفصل الني جويند والفيمر بتتكون من ثلاثة أجزاء الجزء الأقرب للحوض اسمه بروكسيما الاند والشافت اللي هو جسم العظم نفسها والديستال اند البروكسيما الاند بيتكون من هيد ونيك وبروزين اسموهم جريتر تروكينتر وليزر تروكينتر الهيد هو الجزء المدور واللي بيتصل بالأستابولان بيكون مفصل الهيب جويند والنيك هو الجزء اللي بيوصل ما بين الهيد والشافت والبروزين التانيين هما الجريتر تروكينتر والليزر تروكينتر من الأمام بيوصل ما بين الجريتر تروكينتر والليزر تروكينتر خط اسمه انتر تروكينتريك لاين ومن الخلف بيكون فيه خط بارس شوية اسمه انتر تروكينتريك كريست انتر تروكينتريك كريست بيفصل او بيوصل ما بين الجريتر تروكينتر والليزر تروكينتر نيجي بعد كده للشافت اللي هو جسم العضمة نفسها بيكون موجود على السطح الخلفي خط كده بارس شوية اسمه لينيا اسبيرا لينيا اسبيرا لينيا اسبيرا بيكون موجود على السطح الخلفي وبيكون ليه حدين كده او شفتين شفة داخلية وشفة خارجية الشفة او الحد الداخلي او الخط الداخلي اللي بيوصل ما بين اللينيا اسبيرا والليزر تروكينتر بيكون اسمه بيكتينيال لاين يبقى الخط اللي بيوصل ما بين اللينيا اسبيرا والليزر تروكينتر اسمه بيكتينيال لاين وده الشفة الداخلية والشفة الخارجية اسمها جولتيال توبرستي وده بيوصل ما بين اللينيا أسبيرا والجريتر تروكينتر اللينيا أسبيرا بيتمتد الأسفل إلى منطقة مثلسة الشكل اسمها بوبليتيال سيرفس موجودة في الديستال اند وأهم ما يميز الديستال اند هو وجود بروزين البروز الداخلي اسمه ميديال كوندايل والبروز الخارجي اسمه لاترال كوندايل بيفصل ما بينهم من الخلف يعني ده السطح الخلفي فبيفصل ما بينهم من الخلف فصة أو حفرة اسمها انتر كوندايلر فصة ومن الأمام بيكون موجود ما بينهم سطح اسمه باتيلر سيرفس الميديال كوندايل واللاترال كوندايل بيكون موجود فوقهم جزء كده صغير اسمه إيبي كوندايل فيبقى الميديال كوندايل موجود فوقها جزء اسمه ميديال إيبي كوندايل واللاترال كوندايل بيكون موجود فوقها جزء اسمه لاترال إيبي كوندايل والمنطقة المسلسسة الشكل دي اسمها بوبليتيال سيرفس وقاعدة المسلس بيكون اسمه انتركنديلر لاين بيفصل ما بين البوبليتيال سيرفس والانتركنديلر فصة والضلعين التانيين للمسلس الضلع الداخلي اسمه ميديال سوبركنديلر لاين والضلع الخارجي اسمه لاترال سوبركنديلر لاين ودي كانت اهم ما يميز أو الاندي ماركس الخاصة في مربون اشتركوا في القناة